اهلا بكم ان حقيقة قضية فلسطين هي في عقيدة امة حية وارادة وقومية فاعلة تريد الانتصار قالها مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي زعيم الراحل انطوني سعاد في اربعينيات القرن الماضي ولكن اليوم اين اصبحت هذه الامة وهل يمكن الحديث عن وحدتها في ظل الصراع وعصر التراجع عن الثوابت فضلا عن هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع مع المحتل الاسرائيلي وهل تجاوزت هذه المرحلة وبدأت بانشاء تحالفات امنية وستراتيجية واقتصادية مع الكيان الصهيوني فيما القضية الفلسطينية تتعرض لاختر مخططات التصفية لتختلف التسميات من خطة السلام الى صفقة القرن اذا لم يحن الوقت في ظل هذا المشهد الصعب والمعقد لاجاد الحاضنة العربية الجامعة للقضية الفلسطينية وخوض الصراع لان فلسطين جزء من كل ولان المستهدفين كثر سوريا اليمن العراق لبنان ومصر ولكن في المقابل يعول كثيرون على شعاع النور الوحيد وسط هذه الصورة القاتمة واجتياز هذه المؤامرات التقسيمية حيث الامل المعقود على المقاومة ومشروعها وداعميها وانجازاتها لمواجهة كل هذه التحديات فالمقاومة لم تنشأ الا ردا ولم تتأسس الا دفاعا عن الاوضاع الاقليمية وخارطة الصراعات والتوازنات اضافة الى تطور المقاومة وخياراتها سنتحدث مع ضيفة حوار الساعة لليوم الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة صفية امتونس عادي اهلا بكم من جديد الى حوار الساعة اهلا بك دكتورة صفية على شاشة الميادين من جديد ويمكن طال اللقاء معك على الميادين اين اصبحت هذه الوحدة القومية التي تطرقت اليها بالمقدمة التي نادى بها الزعيم سعادي بظل هذا الصراع والتراجع عن الثوابت الاساسية لهذه الامة يعني انا بعكس كثيرين اظن ان الوقت اليوم هو افضل وقت بالنسبة لفكر انطونس عادي في مواجهة المشروع الصهيوني الذي هو مدعوم من الغرب اجمالا لانه كان قد نبه عنه ولم يأخذ الدول العربية موقفا حازما حين بدأ دخول العناصر الصهيونية الى فلسطين ونحن نعرف انه حين ذهب عبد الناصر قضابت الى فلسطين كان مستأجدا لانه لم يعطوهم اي سلاح ولا اي خطة للمواجهة وبالتالي لم يكن هناك اي جدية لمواجهة هذا المشروع من قبل الدول العربية كافة وقد نبه انطونس عادي الى هذا الموضوع وقال اننا بحاجة الى تنظيم شعب منظم مسلح ومنظم ولا يكفي الكلام انه نحن لا نريد صهاينا في منطقة فلسطين يجب العمل يعني بعد الانتفاضة الثانية تحديدا وثلاثة حروب على غزة وحرب 2006 دكتورة صفية هل افهم من هذا الكلام بانه تبقى المقاومة الشعبية هي الاجدى والانسب لمقاومة المحتلة الاسم نعم لانه الدول اجمالا يعني حين ترك الاحتلال الفرنسي والبريطاني المنطقة ثم دخل الامريكي هي التي تقود هذه الدول يعني نحن نعرف مثلا ان الخليج مسير ومش هو يأخذ القرارات وكذلك في شمال افريكا في ضغوط غربية قوية جدا على الدول او القيادات هذه الدول كي لا تقيم حروب مع فلسطين او استرجاع فلسطين من يد الصهاينة هذا شيء واقع ولكن للأسف بالمقابل دكتورة صفية يعني الكل يؤكد انه كل محاولات ترسيخ مفهوم القومية الجامعة لم تأتي بثمار يعني حاليا بهذا الوضع رغم انه تغير شكل المقاومة وتغيرت موازين القوى وقواعد الاشتباك مع المحتلة الاسرائيلي هلأ لا انا اجد انه عندنا فرصة لانه لم تكن هذه الفرصة موجودة والبرهان على ذلك انه صار عندنا كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني من مصر اجمالا سوريا الوحيدة التي تقف اليوم في مواجهة هذا المشروع انما الدول العربية شأنها ما بينها قد طبعت بشكل عام مع اسرائيل فاذا انا ارى الان هي اللحظة المناسبة جدا كي نستطيع ان نقاوم لماذا لان عندنا مقاومة شعبية من لبنان وحتى العراق هي موجودة لم تكن موجودة في السبعينات من القرن الماضي ولم تكن موجودة قبل 82 فاذا دخول اسرائيل على لبنان واحتلال اجزاء سمح لنا بان يكون لنا ردة فعل في الدفاع عن ارضنا وفي امكانية تحرير هذه الارض عبر مقاومة وليس عبر الدولة يعني هل محور المقاومة يمكن القول هو يتمدد ولكن باطار اخر هل نحن بحاجة لاستراتيجية نضال جديدة لمواجهة اشكال جديدة من احتلال مناطقنا او ما يسمى بتفتيت هذه المنطقة ليس فقط عبر المحتلل الاسرائيلي هناك وعي وايضا عبر مقاومة الاحتلال المقاومة ايضا توسعت يعني صار عندها امل لكي تتوسع ولكن يجب التنبيه ان المشروع الاسرائيلي كان دائما الوصول الى الفرات ولذلك حتى اليوم الدستور الاسرائيلي لا نجد فيه اي حديث عن الحدود هذه دولة لا حدود لها يعني دولة تستطيع ان تستعمر وان تتوسع والامم المتحدة قبلت بهذه الدولة الوحيدة في العالم دون اي حدود يعني بشكل اخر كان المحتل يستفيد في منطقتنا بالفترة والاوينة الاخيرة وهذا ما تطرقتي اليه بعدة مقالات لك دكتورة صفية استخدام الارهاب كوسيلة لتفكيك هذه الدول خصوصا بعبر يعني اصليات اسلامية لا تعترف بحدود جغرافية لوجودها هل تمكنت بلاد يعني ما سماها الزعيم الراحل انطوني سعادي بلاد سرقية من تفكيك هذه المنظومة القضاء على الارهاب يمكن عسكريا ولكن فكريا هل تم القضاء عليه وكيف يمكن مواجهة لا يأخذ وقت ويجب ايضا هذه مسؤولية المثقفين في بلادنا يعني المجابهة العسكرية تمت بنجاح في هذه المنطقة ونستطيع أن نقول أنهم أسقطوا بالحقيقة خطوط سايكس بيكو الأجنبية لأنه ليس الشعب هو الذي قرر هذه التقسيمات هي دول الغرب قررت لإضعافنا وللهيمنة الإسرائيلية لأنه لا تستطيع إسرائيل أن تهيمن إلا إذا تم تقسيمنا بشكل طائفي أو أثني بالشكل الذي تريدينه ولكن يجب التقسيم بقى تبقى إسرائيل لأنه إسرائيل صغيرة ولا تريد أن نبقى نحن في محيطات دول إلى بعد جغرافي كبير على ماذا تعول اليوم؟ نحن نعلم أن مخططات إسرائيل لم تهدأ أو لم تقبل منطقة بدعم وضوء أخضر المخطط الإسرائيلي هو نفسه المخطط الأمريكي اليوم على ماذا التعويل؟ على التطبيع مع الدول العربية كالدول الخليجية قبل يومين فقط أو ثلاثة أيام مسؤول خليجي رفيع المستوى يقول للميادين أنه تم اللقاء بين نتنيا وولي العهد محمد بن سلمان نعم بالطبع هذا شيء طبيعي لأنه محمد بن سلمان هو يقول ويصرح كل الوقت أنه لا علاقات سيئة بينه وبين إسرائيل ولا يجد أنه في ضرورة لأي حرب مع إسرائيل لأنه بالنسبة له الحرب هي مع دولة أخرى التي هي إيران خلقت إيران يعني العدو الآخر وبالتالي هو يريد أن يطبع وقد سمعت البارحة أنهم يمدوا خط حديدي من إسرائيل إلى الرياض فإذا بالنسبة للخليج وهذا بالنسبة لي يثبت نظرية أنتون سعادي يعني دائما أقول أن بلاد الشام اللي هي حقيقة تاريخية لأنه سايكس بيكو دخل علينا من الخارج وفرض علينا من الخارج هو الاستهداف إسرائيل لهذه المنطقة ولذلك هذه المنطقة لا تستطيع أن تطبع مع إسرائيل يعني بتلاقي الخليج استطاع أن يطبع ولكن نحن لا نستطيع لماذا؟ لأن إسرائيل تريد نفس الأرض التي نحن عليها كيف فلسطين انتزعوا منها الفلسطينيين يعني نحن نتحدث عن سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، والعراق بالطبع لأن هذا المشروع شو هي إسرائيل الكبرى؟ حتى الفرات، هذا مشروع حتى لو طبعت الأنظمة، هل الشعوب لديها نفس المزاج؟ تغير بالنسبة لديها العدو؟ أم لازالت هذه القومية في مكان ما تجمع هذه الشعوب العربية؟ أنا لذلك برجع أن نظرية أنتون سعادة على أرض الواقع أصبحت حقيقة من عمل تنظيم عسكري مقاوم غير في دول سوراقية؟ هل لدينا جماهير؟ ولكن هل هي منظمة بتنظيمات مسلحة في الجزائر، في المغرب؟ حتى دورة تراجع، في الفترة الأخيرة ما حدث في غزة لم نشهد هذه التدورات الملونية التي كنا نلاحظها في السنوات السابق؟ فإذا نظريته معه حق، لأن إسرائيل تستهدف هذه المنطقة، نحن الوحيدين يجب أن نقاوم وأن نطلب مساعدة الدول العربية الأخرى إذا استطعت أو الجماهير أو إلى آخرين، ولكن ما في تنظيم مسلح مثل حزب الله موجود بأي دولة من دول خارج سوراقية؟ معنا، لدينا الحجد الشعبي بالعراق، ولكن هل عندنا كهذه التنظيمات المسلحة في أمكنا أخرى؟ هل نجح في هذه التجربة؟ من أكي أشارتي إلى هذه المقاومة الإسلامية يعني عبر حزب الله وأن أصبح هذه القواعد الاشتباك تغيرت مع العدو الإسرائيلي الآن إسرائيل هي تحسب ألف حساب قبل أن تقوم بأي عمل عدائي تجاه دول المنطقة إذا أردنا أن نسميها سوراقية أو الهلال الخصيب حتى في سوريا، التدخل الذي كان مباشراً كان الرد واضح وفلسطينياً الرد القصف بالقصف أنا أظن أن حزب الله تطور باتجاه المنح الوطني يعني لا نستطيع، شو يعني مقاومة؟ مقاومة يعني الدفاع عن الأرض هذه الأرض ينتمي إليها ناس من كل الطواعف والأثنيات والموجودين وبالتالي حين يدافع حزب الله عن الأرض هو يدافع عن الكيان ككل وبالتالي الهدف الوطني لو هو يعتمد على إسلام أو مشاريع دينية أو مبادئ دينية الإيديولوجيا ولكن الهدف هو وطني، تحرير الأرض الدين لا يطلب تحرير الأرض لأن الدين يطلب أنك أنت تسير مسلمة يعني لا حدود جغرافية للدين الإسلام يستطيع أن ينتشر في أوروبا وفي أمريكا في أي مكان في العالم وكذلك المسيحية هي تنتشر لا حدود جغرافية الأرض هي شأن وطني شأن وطني قومي وبالتالي حزب الله كان معه كل الحق في الدخول إلى سوريا بطلب طبع من السوريين للدفاع عن الأرض كلها وللدفاع عن فلسطين لأنه إذا ما حررت سوريا لا تستطيعين أن تحرر فلسطين كما كان الأرهاب يتطور بسوريا بشكل تدميرها نهائيا وأفشاله بطبيعة الحال يعني محور المقاومة المتواجد بكل هذه الدول ولكن أشرت بأحدى مقالاتك دكتورة صفية لأنه ما يجمع سوريا الآن أو عفوا سورقيا وإيران هو العدو الإسرائيلي إيران إلى أي مدى شكلت هي الحاضنة لهذه المقاومة الجامعة لهذه الشعوب التي كانت تبحث عن هذا الحاضنة لتدعمها بوجه العدو الإسرائيلي بالطبع يعني إيران لعبت دورا مشرفا جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية هي تعتبر حتى من وجهة نظر إسلامية أن هذا حق يجب أن يعود للفلسطينيين الأرض يجب أن تعود إلى الفلسطينيين وهي مولت ودعمت وهي مشكورة لأن الإيران لعبت دورا كبيرا في مساندة هذه الحركات حركات المقاومة في هذه المنطقة وحتى ضمن فلسطين كي نستطيع أن نقاوم لأنه فيه فرق بين أن تريدين أن تقاوم وبين أن لا يجد عندك أدوات أو سلاح بغض النظر حتى عن موقف هذه الحركات المقاومة مثلا من الأزمة السورية كانت نعم مستمرة للمقاومة الفلسطينية تحديدا لحركة حمس من قبل إيران سوف أعود إليك دكتورة صفية للحديث عن الانتقال من المشاريع التصفوية أو المؤامرات التي كانت حكت منذ البداية منذ وعد بلفور سايكس بيكو انتقلنا إلى الشرق الأوسط الجديد واليوم نحن أمام تسمية جديدة صفقة القرن ولكن سنتوقف نحن وإياك والمشاهدين مع هذا المقتطف من جريدة الرأي اليوم الإلكترونية للكاتب ورئيس التحرير عبدالباري عطوان تحت عنوان هل سيتمكن عباس من تلبية دعوة بوتين لزيارة موسكو ولقاء نتنياهو رأي اليوم هل سيتمكن عباس من تلبية دعوة بوتين لزيارة موسكو ولقاء نتنياهو عبدالباري عطوان الرئيس عباس لم يغادر مدينة رامالة منذ أزمته الصحية الأخيرة التي شهدت تدهورا غير مسبوق وكان من المفترض أن يقوم بجولة عربية تشمل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية لمعرفة ما لدى هذه الدول من معلومات حول صفقة القرن وللتعرف إلى مواقفهم تجاهها ولكنه ألغاها لسببين الأول أنه لم يجد حماسة لدى بعض هذه العواصم بسبب مقاطعته الصارمة لأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين والثاني تجنبا لأي تدهور في صحته كان لافتا تصاعد الحديث عن أن إدارة الرئيس ترامب مستعدة لتقديم تنازلات كبرى في ملفات إقليمية مثل الملف السوري لصالح الاعتراف بالنفوذ الروسي مقابل إقدام الرئيس بوتين على مقايضة في هذا الخصوص تقول عنوينها بتخلي الإدارة الأمريكية عن الفصائل السورية المسلحة وإطلاق يد موسكو حلفائها لاستعادة السيادة السورية وإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن مقابل تسهيل تطبيق صفقة القرن دبلوماسية كأس العالم التي يقودها الرئيس بوتين جوهر بنودها محاولة إنهاء القطيعة بين الرئيس عباس وناتنياهو التي إذا ما تمت في موسكو ستكون أهم الأوراق التي يحملها بوتين إلى لقاء القمة الذي رتبه جون بولتون مستشار الأمن القومي بينه وبين رئيس ترامب في هيلسينكي في الفترة نفسها إذن هي ضغطات إقليمية تعاني منها المقاومة اليوم الفلسطينية وكل الأطياف حتى السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هل يمكن القول بأن بدأت معالم صفقة القرن بدأت تتضح يمكن القول دكتورة صفية وكيف يمكن مواجهة أو أسقاط هذه الصفقة التي البعض قال سواء حولناها إلى صفعة هل تكفي المقاومة الشعبية مسيرات العودة التي خرجت بوجه قرار ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل يعني لا أظن أن محمود عباس يستطيع أن يوقع على صفقة القرن لأنه يعني هو يوقع بشكل انتحاري لأن صفقة القرن هي إعطاء شرعية دولية لكل الإنجازات الإسرائيلية خلال القرن الماضي يعني الدفة الغربية والمستوطنات فيها عدم وجود دولة فلسطينية يعني ما في شيء لن يعطوا الفلسطينيين أي شيء ولذلك صفقة صعبة جدا جدا على محول ولذلك لم يقبل حينها يمكن الملامح الأولى هي إسقاط العودة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وحتى يحكى عن ثمن أردني سوف يدفع وهذا ما سمعه الملك عبدالله ثاني من الرئيس ترامب هل يمكن أن تأخذ يعني زمام المبادرة للأسف يعني في صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية تقول وتؤكد أن مصر السعودية الإمارات والأردن قبلت بصفقة القرن قد يقبلوا أولا الأردن يعني مسير وليس مخير لأنه بلد صغير لا اقتصاد لديه ويتكل على المعونات وكان يعني إنقاذ الوحيد للأردن هو التحاقه بالعراق لأنه الخط الحيوي له العراق وسوريا أيضا وهذه الحدود مغلقة الآن وهو منذ البداية تحت رحمة إسرائيل لأنه بدك تتذكري شرق الأردن يعني فلسطين يعني التقسيمات هي نرجع أنها جزء من فلسطين التاريخية وبالتالي لا يستطيع يعني من ضمن الصفقة حتى الوصاية أو الإشراف الديني يكون على المسجد الأقصى صعوديا يعني هذا المسعى أو الهدف أنا لا أقبل بذلك لأنه مثل ما قلت أنا نظرتي وطنية قومية يعني هذه مش لأمنا لأنها دينية هي لأنها جغرافية يعني لأننا نتكلم عن قدس إلا قعاصمة لفلسطين بالنسبة لألي أنا لا نستطيع أن نقول خلينا نحن المسجد الأقصى نقل لكل حروة لكل عربية يجب دكتورة صفية صعوديا نحن المسجد الأقصى نأخذه والباقي لإسرائيل تسيطر عليه هذا ليس حديث بالنسبة لألي وطني أي إنسان شريف في هذه المنطقة لن يقبل بهذا المنطقة ولكن كيف يمكن إسقاط فعليا يعني الاستراتيجية المتبعة بوجه إسقاط صفقة ألا قرن إذا بدأنا بالداخل الفلسطيني قبل أن ننتقل إلى الحاضر العربي الداخل الفلسطيني لا نقبل فقط هلأ نحن ما عنا الأدوات يعني لا يوجد عندنا سلاح نستطيع أن نهزم به إسرائيل اليوم ولكن عندنا سلاح شرعية حين لا تقبلين أن يسرق أحدهم أرضك حين لا تقبلين بيظل هيدا للأجيال القادمة ورقات تستطيعين أن تدفع بها عن نفسك ووجهة نظرك ترين أن هذا الموقف يعني هو الذي يجمع على ما يبدو الشعب الفلسطيني رغم الانقسامات يعني والمطالبة اليوم الأساسية أنه رفض صفقة القرن من خلال قيام السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة يعني هذه الخطوة الأولى ومن ثم الدعوة للقاء وطني شامل والاتفاق على نقار جانع لا يجب أن يتم ذلك ولا يجب على محمود عبد أباس أن يقبل بأي نوع من الأشكال صفقة القرن كما قال عبد الباري عطوان أنه بموسكو قد يجبروا لا أظن أن محمود عباس يستطيع أن يقبل بالشروط نتنياهو لأنها شروط استسلام هنا ما مدى يعني هذه المقايضة إذا أردنا نقول الروسية الأمريكية أو ما قرأناه في اليومين الماضيين عن اتفاق أمريكي روسي ممكن أن تقبل به روسيا التي كانت داعمة في المنطقة لمحور المقاومة تحديدا بسوريا يعني الدخول الروسي بالأزمة السورية هل يمكن أن تقبل بذلك وماذا عن الدور الاستراتيجي لسوريا حتى إذا مرت صفقة القرن بالطبع إذا قبلت روسيا لا يعني أننا سنقبل لا يعني أن سوريا ستقبل وبالنهاية القرار لنا هذه أرضنا مش أرض روسية فلسطين هي أرض أهل البلد وليست أرض روسية كي هي تستطيع أن تقبل تستطيع روسيا أن تقول أنا أريد هذا المشروع ولكن نحن في المقاومة في سوريا هل ستقبل تذكرين أن الأسبوع الماضي قالت روسيا أنها لا تريد أن يكون هناك تصعيد في الجنوب بالسوري تذكرين ذلك ولم يقبل رئيس وهذا ما يمكن تكرار هذا السيناريو لأن محاولة اللاعب دائما على الموقف الروسي المتردد فيما يأخذ الخيار في النهاية إلى جانب سوريا ومحور المقاومة هل تشاهدين بأن أو تتوقعين مع أن القمة المرتقبة في السادس عشر من شهر تموز المقبل بين الرئيسين الأمريكي أو القمة البوتينية الترامبية التي ستعقد هل روسيا ممكن أن تأخذ هكذا خيار أم أنها ستفشل كل هذه التوقعات بخيار واضح مع محور المقاومة؟ يعني تستطيع أن ترمي هذه الورقة بوجه ترامب ولكن لا تستطيع أن تنفذها بدون القبول السوري والمقاومة يعني ما في إمكانية تنفيذة ولا أظن أننا نحن سنقبل لأن هذا يستتبع سلسلة من الاستسلامات يعني بيقول نتنياهو هذا بعدها سيقول لا أريد إيران في سوريا بعدها سيقول لا أريد المقاومة يعني في سلسلة طويلة عريضة من المطالب التي تريد عبرها إسرائيل أن تهيمن على المنطقة هذه هي الحرب اللي لم يتسنين بعد كل هذه التضحيات لم نقبل نحن بعد كل هذه التضحيات من الدم والبشر والتدمير في سوريا الاستسلام والأهم يعني اليوم الحديث عن خطر وجود إسرائيل يعني ما من دولة بالتاريخ خشيت على مستقبلها كما تخشى إسرائيل الدول عادة تخشى على حدودها ولكن لا تخشى على وجودها وهنا سوف أعود إليك دكتورة صفية ولكن بهذا الإطار سوف نتابع بهذا المقال في الميادين نتا للكاتب المصري رفعت سيد أحمد تحت عنوان الديمغرافيا حين تقاتل مع الفلسطينيين فلنتابع الميادين نتا لديمغرافيا حين تقاتل مع الفلسطينيين رفعت سيد أحمد هذا خطر آخر لم يوله الكيان الصهيوني بل والطرف العربي والفلسطيني إلا قليلا حقه من الدرس والتحليل الاستراتيجي إنه سلاح آخر من أسلحة المقاومة الكبرى لدى شعبنا الفلسطيني هذا السلاح رغم أنه قديم إلا أن الحديث عنه يتجدد كل ما رأى العدو تلك الأجيال الجديدة المتمسكة بخياره الوحيد خيار المقاومة ونقصد بهذا السلاح سلاح الديمغرافيا أو سلاح التفوق العددي لشعب فلسطين يجمع الخبراء الثقات أن إسرائيل تعيش هذه الأيام حالا من الهلع ليس فقط بسبب تنامي أشكال المقاومة المسلحة والسلمية ولكن في العمق الخوف الوجودي بسبب تنامي زيادة سكانية الفلسطينية فقبل قدوم نتنياهو بعدة أشهر نتذكر أن العديد من رجال الدولة الإسرائيليين حذروا من مخاطر هذه الزيادة السكانية وإذا كانت تلك بعض تجليات القنبلة الديمغرافية الفلسطينية والتي تمثل في أحد أوجهها سلاحا إلهيا في أيدي الفلسطينيين فالسؤال هو كيف يوظفون هذا السلاح في معركتهم إن الأمر ينبغي له أن يتعدى الارتكان إلى الأمور القدرية والإلهية إلى ضرورة بناء استراتيجية ذات أبعاد سياسية وأعلامية فعالة توظف هذا الكم البشرية الفلسطيني سواء من هم في الشتات أو من هم داخل فلسطين وتحديدا من أبناء الثمانية والأربعين ومطلوبا من واضعي تلك الاستراتيجية أن يحول هذه الزيادة العددية للفلسطينيين إلى مصدر قوة مؤثر في مسار الصراع إذن هو سلاح آخر بالنسبة للفلسطينيين الذين يمثلونه هو سلاح الديموغرافي دكتورة صفية المقاومة حتى بأشكالها تغيرت إسرائيل في الفترة الأخيرة كانت تقلق منذ يوم الأرض منذ 30 من أذار الماضي هي تخاف من هذه الطائرات الورقية من البالونات الحارقة التي استخدمها الشبان الفلسطينيين وابتكارات طرق السلاح كيف يمكن توظيف هذه المقاومة الشعبية هذه أنواع من الأسلحة بالرد على هذا الكيان المحتل الذي بات يخاف على وجوده بالطبع لأنه حين يرى أن الطرف الآخر لا يستسلم يرفض خاصة الشباب كانوا يعتبرون أن الجيل القديم كان يعرف فلسطين كما كانت وأن الجيل الشديد سينسى هذا الموضوع ولكن حين يرون أن الشباب متحمسين جدا لقضيتهم ولا يريدون التخلي عنها هذا يشكل حقيقة الخطر الرئيسي والأهم بالنسبة لإسرائيل لأن إسرائيل مستعمرة هي ليست من أهل البلد هي أتت من الخارج ونحن نعرف عبر التاريخ أنهم لا مستعمرة بقيت على قيد الحياة لو بقيت 100 سنة الصليبيين 200 سنة الفرنجة حين أتوا إلى هذه المنطقة أي حتى المستعمرات البريطانية في الهند كله سيختفي حتى ممرت به المنطقة يعني إن كان من بريطانيا الإنتداب الفرنسي أو البريطانيا أو حتى سلطنة العظمانية بس مستعمرة بمعنى نزع السكان اقتلاعهم وجلوس مكانهم يعني هلأ في احتلال هذا جزء أول وهنا تميزين دائما دكتورة صفية ما بين اليهودية والمشروع الصهيوني الاستيطاني هل هذا المشروع دائما هو بتوسع مستمر أم وضعت له قيود لأنه نحن نعلم أن هذا المشروع توسع بشكل كبير في ألاونا الأخيرة بقرارات وأضواء خضراء إقليمية منذ البداية منذ البداية المشروع الصهيوني هو مدعوم من الغرب ليسيطروا على النفط في المنطقة والموارد الأولية هذا المشروع لأنه حين الفرنسي والبريطان لا يستطيع أن يحضر الجنود والأمريكي ما بدون ينزلوا الجنود على الأرض سيستعملون وسائل أخرى إحدى هذه الوسائل إما الإرهاب كما رأينا في سوريا أو إسرائيل يعني هي السلاح المتقدم للغرب كي يظل يناوئ الدول العربية ولا يسمح لها بالاستقرار لاستخراج مواد الأولية فتخضع كما السعودية مثلا للدولار الأمريكي هذا ما يتفعله إسرائيل هذه مهمة إسرائيل وإسرائيل أيضا عليها أن تتوسع كي تبقى على قيد الحياة لأنه إذا لم تتوسع ستنتهي ستكون محاصرة بلغة وطبائع لا انسجام بينها وبين المحيط الذي حوليها وبالتالي بالطبع ستخاف من هذا الانفجار الديموغرافي الفلسطيني أو حتى العربي أو حتى أي مقاومة لأنه هذا يعني أنها لا تستطيع أن تتوسع كما كان يريد أئمة الصهينة مثل حيم وايزمن وغيره أنه نحن نريد حوران منطقة كانوا يريدون أيضا يعني جولان وأخذوه في النهاية جنوب لبنان كانوا يريدونه للماء وأن يوصلوا إلى الفرات ومياه الفرات لأنه عندهم هنا يريدون أحضار كل اليهود بالعالم ووضعهم وموتنا نحن ليش بقلك صراع وجود يعني لكي ينجح مشروعهم يجب أن نختفي من الوجود وهنا يمكن القول أن الحرب لم تعد يعني خارج الأسوار الإسرائيلية ممكنة لأنه أصبح الإسرائيلي يعني يتوقف عن استلائه أو عربته على الأرض اللبنانية نتيجة هذه أو العربية عفوا نتيجة هذه المقاومة بعكس ما جرى في الثمانية والأربعين أو الثمانية والأربعين أو الثمانية والسيطين هذه ليست هكتبول أنا كنت متفائلة جدا أنه استطعنا أن نردع التوسع الإسرائيلي على الأقل الآن انتصرنا بمنع إسرائيل حتى هلأ بسوريا هذا يدفعنا إلى حوار أيضا معمق أكثر تحديدا ما يجري في الجنوب السوري العين الإسرائيلية التي تتجه الآن إلى درعة وفيما بعد إلى القنيطرة والجولان المحتل سنناقش كل ذلك معك الدكتورة صفية أنتوني سعادي ولكن مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني في هذه الحلقة من حوار الساعة التي نستضيف فيها ورحب بك من جديد دكتورة صفية سعادي ولكن سنبدأ هذا الحوار بالواقع السوري تحديدا بهذا المقتطف من مقال بجريدة الأخبار تحت عنوان استسلام إسرائيلي في الجنوب السوري معركة مشتعلة في انتظار لقاء هيلسكي الأخبار اللبنانية استلام إسرائيلي في الجنوب السوري معركة مشتعلة في انتظار لقاء هيلسينكي الثابت إلى الآن فشل الاتفاق أو شبه الاتفاق بين روسيا وإسرائيل حول الجنوب السوري الواضح أن الاتفاق مع الإقليم أي مع الجانب الإسرائيلي تحديدا الذي يصطف إلى جانبه الأردن لم يتوصل إلى نتيجة حزمة المطالب والشروط الإسرائيلية كانت كبيرة جدا ومفرطة بما لا يمكن القبول به سوريا وإن تلقى عمليا تفاهما روسيا كل ذلك دفع الجانب السوري وحلفائه إلى الضغط عسكريا وإن عبر دفعات وتشير المعطيات والمؤشرات إلى توجه نحو كسر إرادات وتغيير تموضعات ميدانية وسياسية لتكفي في مواجهتها والحؤول دونها التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية من فوق الطاولة ومن تحتها وكذلك إمكان الفعل العسكري المباشر مع ذلك كله تشخص الأنظار باتجاه القمة الروسية الأمريكية التي تقرر عقدها في هيلسينكي في 16 من تموز يوليو حيث تحتل الساحة السورية لذاتها وكذلك لارتباطها بملفات إقليمية ودولية حساسة جدا لدى الطرفين موقعا متقدما في جدول أعمال اللقاء إذن دكتورة صفية الملف السوري هو مرتبط بملفات إقليمية ودولية حساسة جدا إضافة إلى هذا المقال أو الاستسلام الإسرائيلي بالجنوب السوري بعد التدخل المباشر كان وغير المباشر من قبل إسرائيل من عام 2011 حتى الآن وبدأت الأزمة السورية إن كان من خلال دعم هذه المجموعات التي كانت تحت مسمى المعارضة المسلحة أم بالتدخل مباشر من خلال قيامها باستهداف مواقع للجيش السوري ومحور المقاومة هل فشل الرهان الإسرائيلي وبانت هذه النتائج من خلال الآن معركة الجنوب السوري بالطبع لأنه كانت تعول كان يعول نتنياهو أن الإرهاب سيقسم ظهر سوريا وسيتغير النظام وهذا ما كان يقوله أوباما حتى حين كان رئيسا أنه سيتغير نظام الأسد وكان الاهتمام بتغييره لأنه يقاوم مشروع الاستسلام لإسرائيل يعني كانوا لا يريدون لهذا النظام أن يبقى لأنه هو الوحيد كما قلت في العالم العربي الذي يواجه إسرائيل الذي يرفض أن يستسلم وأن يوقع سنما مشحفا بحق الفلسطينيين وبالتالي أنا أرى أنه نحن كمان خطونا خطوة إيجابية كبرى ثانية بعد إغلاق حدود جنوب لبنان لأنه صار فيه ردع الآن سيغلق الحدود السورية أيضا وتصبح هناك جبهة مقاومة على الأليلة كردع ودفاع عن الأرض السورية لأنه لن يسمح لإسرائيل أن تعبس بسوريا كما عبست في السنين الماضية اسمحي ليبي حول الجنوب السوري تقرير أعدته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي تأكيدا على هذا الكلام يوم الأحد الماضي بأن باتت المعارضة السورية تدرك وكذلك الجانب الأردني أن إسرائيل سلمت بعودة الرئيس السوري إلى الجنوب السوري وإلى الحدود مع إسرائيل ولكن هل يمكن الأخذ بشكل تلقائي أن إسرائيل سلمت بذلك لأنه إذا فشلت عسكريا ممكن أن تضغط بالخيار السياسي وهنا تمارس الضغوط الأمريكية وما كنا نقرأ أو نسمع عنه في اليومين الماضيين عن هذه المقايضة الملف السوري مقابل أي الاتفاق روسي الأمريكي مقابل هذه لو كنا خسرنا ولكننا انتصرنا هذه النقطة حين تخسرها بالطبع عليك أن تستسلمي وأن لا تستطعين المقايضة بأمور مهمة ولكن بما أننا انتصرنا بما أننا انتصرنا على الإرهاب ولم يستطع الإرهاب أن يأخذ سوريا إلى مكان آخر أن يستطيع الرئيس بشار الأسد اليوم أن يفرط شروطه ولكن برأيك اليوم لماذا واشنطن تخلت عن هذه المعارضة التي تنهار بشكل سريع لأنها لم تكن لديها باحتمالات أو توقعات أن تتخلى عنها دول أقليمية كالملاد المتحدة الأمريكية إضافة إلى إسرائيل يعني لا هي المقاومة يعني إلى عين ما هي أنت عملت مقاومة على أساسها تضربين دمشق الجنوب كان يعني للتوجه إلى دمشق وأنهاء الحكم في دمشق حين لم يحصل هذا شو بده يصير بالجنوب بصفي حروب دموية بدون نتيجة لصالح إسرائيل بالعكس بيصير في مقاومة إيرانية ومقاومة من عندنا المقاومة حزب الله ومقاومة كبرى في المنطقة كلها ستصف في الجنوب كما تذكرين قتلوا وقتا قتلوا ابنه لمغنية في الجنوب مع إيرانيين يعني معناته هذا الخط سيصبح خط ملتهب ليس لصالح إسرائيل لأنه بتصف هي القرى والمستعمرات عندها كلها موجهة الصواريخ عليها وبالتالي الآن تريد أن تعيد الأندورف إلى الحدود كما كانت في الصالح هذا ما تطالب بأدهي يعني نحن انتصرنا ولكن هل يقبل الجانب الآخر الجانب السوري وهذا المحور المقاومة الذي شكل حصنا منيعا يمكن القول وهدف واحد بخط واحد يعني لم نعد نتحدث عن جبهة معينة أو جبهة الجنوب اللبناني أو جبهة لبنان أصبحنا نتحدث عن مقاومة واحدة وإلى أي مدى يؤثر ذلك على خياراتها واستراتيجيتها بالطبع بما أنها صارت واحدة حتى لو حطوا مثل ما الأمم المتحدة موجودة بجنوب لبنان بس وراهن نحن كلنا نعرف أنه في هزب الله والمقاومة سيحصل الشيء نفسه في سوريا يعني رح يكون الأندورف بس وراهن رح يكون في مقاومة تردع إسرائيل خلاص يعني أنا أظن أننا الآن تقدمنا خطوة كبيرة في سوريا بمعنى أن إسرائيل لن تستطيع إلا أن تقوم بالطيران وأنا أظن بعد فترة حتى الطيران كما حصل في لبنان حتى الطيران سيجد له حلا في متابعته ومقاومته يعني حتى الرد على الضربات يعني معروف الرد كانت الليلة السوداء بالنسبة لإسرائيل التي اختلفت وغيرت موازين القوى الاستهداف حتى الأراضي يعني في الجولان المحتل وهذه كانت المفارقة هل يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة من خلال هذا الاستثام الإسرائيلي تحرير لجولان المحتل يجب أن نفكر بهذا الموضوع بده ياخد وقت ولكن هلأ على الأقل نتنياهو يعرف أن الإسرائيليين مستهدفين يعني أي مشروع يريد أن يقوم به أي صاروخ مجتمع الإسرائيلي يعني هاش أكثر منه بدرجة كبيرة لأنه ليس متعودا على الحرب يجب أن تتذكري أنه من عمر 48 وحتى منذ عشر سنوات كان الإسرائيلي في مأمن هو يضرب ولا يضرب هلأ صار ليس فقط حتى ال2006 والحروب على غزة أصلاح من أعادت لديه لا يضرب فقط من لبنان وإنما من سوريا أيضا وبالتالي لذلك يريد أن تقف الحرب في الجنوب واستسلم لأنه لا يريد لهذه المعارضة التي دعمها أن تدخل إلى إسرائيل هذا عبء عليه لا يريده والأردن كذلك التي قامت بإقفال هذه الحدود بالمقابل يعني دكتورة صفية هل موقف الأردن يمكن أن نقول بأنها تلعب الدور السياسي الذي تريده أمريكا وهل قادرة على مواجهة أمريكا بالمنطقة بالمقابل هلأ ستلعب الدور ولكن إذا رايحين نحن نحو تسوية سيفتح معبر نصيب يعني فتح المعابر هو مطلب سوري ومطلب أردني ولكن عليهم الانتظار للتسوية لفتحها هل نخف بهذه الفترة من التوطين لأنه بدأ يطرح بشكل جدي خصوصا توطين بالأردن كان توطين أردن أو في لبنان لبنان حتى هل ممكن لهذا لإلغاء حق العودة للفلسطينيين المتواجدين في الشتاء هذا اللي برجع بقوله ونعود إلى أنتون سعادة ما نحن كلنا معنيين بالعضية الفلسطينية يعني العودة لنا كلنا إلى فلسطين يعني أنت متفائلة جدا أنه هذا سوف لن يمر أو لن تمر كل هذه المسميات تحت صفحة القارن لسبب بسيط حين تقاومين لا يستطيعون أن يسيطروا عليك هي السيطرة وين حين لا تقاومي في الماضي لم نقاوم الآن في مقاومة يعني عندك أنت إذا عندك إرادة أن تقاومي ما في ولا محتل يستطيع أن ينتصر لأن هذه أرضك ليست أرضهم ما الذي ينقصنا لتحقيق هذه الأهداف التي نسعى نحن نعلم بأنه دائما الهدف الأساسي البوصلة الأساسية فلسطين والقدس بالمقابل هناك قرارات دولية تتخذ وأيضا دعم لإسرائيل واضح نعم نعم لا أتكل على القرارات علينا أن نتكل على أنفسنا وهذا ما حصل منذ وللأسف تأمر عربي كذلك يجب أن نحن في هذه المنطقة وقد تكلنا ورأينا الانتصارات حين نحن قررنا أن نريد أن نواجه وأن نحن نواجه إسرائيل عبر الإرهاب انتصرنا وبالتالي ستكمل هذه الانتصارات لأنه نحن ما فينا نتراجع أيضا فيما قال لكم بجريدة الأخبار تحديدا تحت عنوان دور الجيش السوري العابر للطوائف يعني دور العقيدة أهمية هذه المؤسسة التي دافعت عن كل سوريا دكتورة صفية وليس عن مذهب أو طائفة يعني ما مدى أو ما هي أسباب نجاح هذه المؤسسة في المقابل لماذا هذا النموذج لم يطبق على المجتمع لأنه حضرتك كنت قبل يومين كما قلت لي تحت لواء في سوريا لم نكن نسمع فيه قبل الأزمة السورية بمذهب طائفة قومية لأنه بالآخر أيضا سمعنا بالقوميات والمطالبة الكردية بالاستقلال اليوم ما الذي ينقصه المجتمع السوري بسبب هذه الفتن التي أصابته طبع هذا هو المشروع الغربي يعني للسيطرة علينا عليهم أن يقصمونا إثنيا كردي شركسي عربي إلى آخره أو طائفيا هذا هو مشروع إسرائيل لأن إسرائيل هي أيضا دولة طائفية محورة رفض الآخر رفض أي آخر كأنه هو أثني أو ديني ترفض ولذلك نحن النموذج المغاير 100% حضرتنا بالمنطقة السوراقية هي حضارة الانفتاع على الآخر وبالتالي عندنا كل هذه التلوين يعني التلوين هي برهان أننا نقبل بالآخر ولا نرفضه فعندك مشروعين كيف يمكن تطبيق هذه هذا الدور الذي قام به الجيش السوري على باقي الأمور يعني بمواجهة هذه المؤمرات هذه الخطوة يعني حالما يحصل نوع من الاستقرار بعد أن تنتصر على في الجنوب وفي الشمال وتعود الحياة إلى سوريا بحدودها المعترف بها حين يحصل ذلك علينا أن نعمل كل المثقفين ومن كل المنطقة بجهد كبير لإعادة الوعي القومي بين الناس والتخلي عن الاستفافات الطائفية والإثنية هل حكمت سوريا لأنها كانت ترفض هذا التقسيم القومي عفوا التقسيم حاصل المكونات الطائفية والإثنية طبع طبع لأن سوريا شو في العراق حين احتل الأمريكي العراق قسمها إلى ثلاث أقليم هذا هو الهدف وسيظل هذا الهدف ولكن اليوم لأننا ننتصر يطلبوا تسوية مع روسيا ليه لأنهم يعتبروا أن روسيا ستتساهل معهم أكثر من من نتساهل لحد اليوم كيف ترين الوضع بالعراق بما أنك أشرت إليه وهو جزء لا يتجزأ من سوراقيا هل هو أيضا نحن نتحدث عن مرحلة صعبة جدا مرة بها الجماعات المتطرفة تحديدا تنظيم داعش والانتصار على هذا الإرهاب هل نحن أمام مشهد جديد في العراق وقد ينعكس أيضا مرتبط بطبيعة الحال مع سوريا بطبع أنا أظن أن العراق أيضا ستلتأم الجراح فيه وستعيد اللحمة بين العراقيين لأنه ما في إلون أي خيار إلا أن يكونوا مع بعضهم متوحدين في مواجهة أعداء الخارج مثل مثلا مشاريع التركية وماذا تريد تركيا أن تفعل في المنطقة إلى آخر في شمال سوريا في شمال العراق عليهم أن يتوحدوا وأظن أن هذا هو الاتجاه كما ترين الآن المداولات هي إنشاء تحالفات واسعة وهذا شيء مهم جدا هل التعويل اليوم بالنسبة لأمريكا على الشمال السوري وهنا تلعب الدور المؤيد برغم كل الخلافات التي تشوب العلاقة التركية الأمريكية ولكن دائما هم في حلف ألا ناتو أيضا لا يمكن إفعل ذلك هل هي سبب التعويل اليوم على الشمال السوري وهل سيسمح محور المقاومة سوريا بالتخلي عن هذا الملاحة لا أكيد لا أكيد محور المقاومة سوريا والجيش السوري بعد ما ينتهوا من الجنوب سينتقلون إلى الشمال الأمريكيين يعتمدون على الأكراد ما عندهم لن ينزل جنود أمريكان على الأرض ولن يحاربوا وهذه معروفة أنه بأمريكا ولكن هناك تواجد يعني لبعض القواعد الأمريكية مستشعري أو قيران بس حرب خاسرة لإلهم إذا مش في إرهاب أو أكراد أو حدا ولكن هل نزلوا الأكراد يعني بعد ما جرى معهم يعولون على الطرف الأمريكي هذا ما أقول الأكراد هلأ بدون يرجعوا على الحظيرة السورية يطالبون لأنه عرفوا أنهم سيذهبون هباءا لأنه أمريكا ستفضل تركيا عليهم لأنه إلى مصالح أكبر بكتير مع تركيا من مع الأكراد فسيكونون لقمة سائغة في فم تركيا ولذلك الأكراد اليوم يعودون إلى الحظيرة ويطالبون رئيس بشار أنه نحن بلا شروط سنجلس معك على الطاولة هذا الحديث لم يكن موجودا من ثلاثة أشهر حين رفعوا الصقف أنه بدنا حكم ذاتي واستقلالية وإلى آخرين كان التعويل يمكننا على نجاح عسكري متأمريكي نحن وضعنا مريح جدا بسؤال أخير دكتورة صفي فيما يتعلق بمحور هذا المقاومة الذي يتمدد وهنا نستذكر كنا تحت الهواء الكاتب رحمه الله هنا تحدث بأنه في إحدى خطابات السيد حسن نصر الله قد لمس وكأنه خطاب لراحل أنطون أسعادي هل يمكن التعويل اليوم أو مدى الرهان على المحور المقاومة الذي يتمدد وما الذي يحتاجه ليكون بصف واحد دون أي انقسام رغم الخلافات كما قلت بالإديولوجيا أو بطريقة النظرة إلى المنطقة ولكن العدو واحد والمواجهة واحدة حين الهدف يكون واحد كلنا نلطقي يعني إذا بدك تشوفي مثلا أي جيش أوروبي أو أمريكي بتلاقي في عندك ملحد مع مؤمن مع مؤمن بدين مع مؤمن بدين آخر إلى غيره ولكن الذي يجمعهم هو مفهوم الوطن حين كلنا نؤمن أنه الهدف هو وطني سنشترك في الدفاع عن هذا الوطن بالرغم من اختلافاتنا أشكرك جزيلا شكر دكتورة صفي أنتون سعد الكاتبة والبحثة السياسية على هذا الحوار في حوار الساعة اليوم شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة في أمان الله اشتركوا في القناة